وفي آخر الأخبار المتعلقة بالحملات الدعائية للمرشحين كدت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر على ضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية الانتخابية هذا وقالت السلطة في باني لهان المؤسسات الإعلامية ملتزمة بالتقيد بمجموعة من المبادئ في تغطيتها للحملات الدعائية للمرشحين الثلاثة لرئاسية سبتمبر المقبل هذا وأوضح البيان أنه بموجب القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات تنظم عمليات القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المرشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية هذا وتواصل أيضا أحزاب الاتلاف الرئاسي الداعمة للمرشح المستقل عبد المجيد تبون نشاطتها في مختلف ولاية الجزائر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا دعا إلى تصويت المكثف في الانتخابات وإلى اختيار المترشح عبد المجيد تبون لقيادة البلاد لولاية الرئاسية ثانية من أجل استكمال مسار الجزائر الجديدة على حد تعبيره واعتبر رئيس حركة البناء الوطني أن انتخاب تبون سيسمح له بمواصلة تحقيق المزيد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية ولمواصلة دعم القضايا العادلة في العالمة itions الوطني الوطني Jetzt اشتركوا في القناة